اشتركوا في القناة الجالس او قال صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم اي على نصف من الاجر اذا صلى الانسان جالس فيأخذ نصف صلاة القائم وهذا اذا كان الانسان صحيحا وصلى صلاة النافلة صلاة السنة و اما الصلاة الفريضة فلا يجوز الانسان اذا كان صحيحا ان يصلي جالسا و هو يستطيع ان يصلي قائما لأن القيام ركن من أركان الصلاة لكن إن كان مريضا وتعبان ولا يستطيع القيام وهي صلاة فرض فإنه يجوز له أن يصلي جالس وأما صلاة النافلة من السنة وغيرها فإنه لو كان صحيحا قوي يستطيع أن يقوم يجوز له أن يصلي جالس على كرسي أو على الأرض ولكن له نصف أجر الصلاة نصف أجر القائم له نصف أجر القائم وهذا الحديث له قصة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما جاءوا المدينة أصابتهم الحمى لأن كان أول ما دخلوا المدينة كانت فيها حمى فدعى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن ينقل الحمى التي في المدينة إلى مكان بعيد عنها إلى الجحفة فدعى الله سبحانه وتعالى أن هذا الوباء هذا المرض إذا دخل أهل المدينة أو دخل أناس للمدينة أن لا يصابوا بهذا المرض و إنما الحمى تبتعد عنهم و لا يصاب من يدخل المدينة فيها فلما أصاب الصحابة هذه الحمى كانوا يصلون السبحة يعني صلاة النافلة جلوسا فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأاهم يصلون السنة و هم جلوس قال لهم هذا القول إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فقام الصحابة يقول الراوي فقام الصحابة يريدون الأجر مع أنهم قد يكونوا معذورين لأنهم مرضى أو أصابتهم الحمى و لكن مع ذلك قام يقول الراوي تجشأوا القيام و صلوا قيام و كانوا قد تعبوا من هذا المرض و لكن مع ذلك يجدون الأجر فصلوا و هم وقوف لأجل أن يأخذوا الأجر كاملا فانظروا إلى هذا الحديث العظيم أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم و جاءت في رواية أيضا أن صلاة المتجع أي النائم على النصف من صلاة القاعد يعني قد يكون بعض الناس مريض مرضا شديدا نسأل الله سلامته والعافية و أن يعافي مرضى المسلمين عامة يكون لا يستطيع حتى أن يصلي جالس فلا يستطيع أن يصلي إلا على السرير فيجوز له أن يصلي إن كان مريضا لا يستطيع شيء و ليس عليه إثب بل له الأجر كامل إن كان مريضا الذي يصلي جالس يأخذ الأجر كامل كالذي يصلي قائم و الذي يصلي على السرير و هو مريض يأخذ الأجر كامل كالذي يصلي قائم لكن لو أن الإنسان هذا أراد أن يصلي و هو على السرير أو هو متجع و هو ليس به بأس فإنه لا يصلي إلا النافلة لا يصلي الفريض لكن لو صلى هكذا فإنه على النصف من صلاة الجالس والذي يصلي و ليس به بأس ليس به مرض و يصلي السنة جالس و هو يستيعن يقوم فله نصف صلاة القائم كل ذلك بيانا و هديا من النبي صلى الله عليه وسلم و بيانا لفضل الصلاة و بيانا لأهمية الركن و هو القيام في الصلاة فإن الإنسان ينتبه لمثل ذلك و هذا قد أيضا يخطأ في بعض الناس الذين يصلون على الكراسي يستطيع أن يصلي أول ما يصلي يكبر و هو قائم لكنه لا يكبر و هو قائم و لكن يكبر و هو جالس و يصلي و هو جالس من بداية الصلاة كلها هذا خطأ و إنما يكبر و هو قائم فإذا أحس بالتعب جلس على الكرسي هكذا يقول أهل العلم يكبر و هو قائم ثم يكمل إذا قرأ يستطيع أن يقرأ الفاتحة يقرأ ما يستطيع يجلس لكنه يستطيع أن يكبر قائم يكبر قائم لا يكبر و هو جالس و هو بصلاة الفرض أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع كما ذكرنا و شرحنا في أول هذه الحلقة هذا بلا فاصل يسير و نكمل معكم بقية الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من ولاه و بعد عدنا إليكم و أيضا معنا حديث جديد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ورد فيها سبب و قصة لهذا الحديث و هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أما يخشى أحدكم أن إذا سابق الإمام أو رفع قبل الإمام أو ركع قبل الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار و هذا حديث فيه الترهيب من مسابقة الإمام و أن الإنسان إذا صلى مع الإمام فإنه لا يسابقه و لا يساوي و إنما إذا ركع يركع و إذا رفع يرفع و إذا سجد يسجد يتابعه و لا يسابقه و لا يوازي و سبب هذا الحديث كما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه و أرضان قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام أحد من صلى معنا يسابق النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فكان يركع قبل ركوع النبي صلى الله عليه وسلم و يسجد قبل سجود النبي صلى الله عليه وسلم و يفعل ذلك في الصلاة كلها فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم التفت فقال من فعل ذلك في الصلاة فقال أنا يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم رأاه كما جاء في بعض الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله سبحانه وتعالى يعني معجزة و خاصية أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه و هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الصلاة فالصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه وقال أهل العلم سبب ذلك حتى يصحح للصحابة الصلاة لأنها الصلاة جديدة عليهم فقد يرى أصور من بعض الناس خلفه من بعض الصحابة فإذا رآهم صلح لهم هذه الصلاة وبالفعل وجد هذا الرجل وهذا الصحابي يسابقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وقال له هذا الحديث إذا صلى أحدكم مع الإمام فليركع معه إذا ركع وليسجد معه إذا سجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولتكن صلاته خداج يعني ناقصة خداج يعني ناقصة ثم قال الحديث أما يخشى أحدكم إذا رفع قبل الإمام أن يقلب الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار قال أهل العلم وذلك عقوبة إذا فعل ذلك متعمدا أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقابل له أن يقلب الله صورته صورة حمار أو يجعله في الدنيا أبلهن أبلهن كالحمار أيضا هذه عقوبة من العقوبات وقالوا أيضا الشراح ما الحكمة من أنه جعل أو يجعل صورة صورة حمار أو يقلب رأسه رأسه حمار بالذات هذا الحيوان لماذا قال لأن هذا الإنسان الذي يسابق الإمام هل سينتهي من الصلاة قبل الإمام لا ليس ذلك ليس له إلا أن يسلم مع الإمام ففعلك أنك تسابق الإمام وتسرع قبل الإمام فهذا فعلك فعل إنسان أبله في النهاية لن تسلم إلا مع الإمام فلماذا تسابق الإمام فما يفعل ذلك إلا مثل هذه الحيوانات التي تكون فيها شيء من البلاه فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسابق الإمام وفي النهاية سيسلم مع الإمام ولن ينصرف إلا لما ينصرف الإمام أنه ينقلب رأسه رأس حمار كل ذلك بيانا وتنبيها لخطورة هذا الأمر وهذا الفعل نسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القولة فيتبعوا أحسنه وأن يتعرف على أمور دينه ويتعلم منه العلم الشرعي الصحيح هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد اشتركوا في القناة